السلام عليكم ومرحبا بكم حبوباتي اتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبتلكم اليوم كما عودتكم ديما نبدأ كلامنا بصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عودتكم حبوباتي كل يوم نشارك معاكم اروتيني منهار رمضان المهم حبوباتي كما تشوفوا اليوم بديتكم ديغاكت بالقصعة والسميد والسكر ان شاء الله ربي كامل يحلي ايامكم المهم حبوباتي ريحة ندير شوية شامية ولا قلب اللوز جايت في خاطر الزوج وقدمه ويشري ماوش يشبه قلت هكا ندير له اسني ونخليه يبرد قلبه المهم حبوباتي كنت شاركت معاكم الوصفة تعال الشامية كما تشتو لبنات هنا قدرت 6 كيلات اسميد أنا كيلت بالكاس 6 كيلات اسميد يكون اخشين معها 4 كيلات سكر من بعد زوت له كيلة تعزيد كما تشوفوا وريحة نبس سملح هذا السكر وثاني كرشة ملح وريحة هنا نزيد كاس تعال مظهر كما تشوفوا يعني نفس الكاس اللي كيلت به المرة الأولى ريحة نكمل به هذي الوصفة كنت شاركتها معاكم منين عاود درتها اليوم ما قلت معايش نعاود نشارك بيها اخواتاتي كما رأيكم شفتو هنا درت كاس مظهر احنا برك رشة الملح باش ما ننساهاش وريحة نزيد كاس أحليب انا ديما نضير هذا الوصفة تجيب زف بنيننا يجي كيمة اللي ينبيع في المحلات يعني غير تزيد الكاسة على الحليب قوام لا يكون عجينة و لا يكون جاري سنخلط و تشوفوا القوام اللي تحصلت عليه نحاول نخلط مليح سنرفض لكم و تشوفوا لا يوجد عجين و لا يوجد عجين و لا يوجد عجين يوجد 5 قائق كامل الزيت لا يوجد عجين المستعطيل المهم لابنات دهنته كامل بالزيت و سنبدأ نعمر في هذا العجين التاعي اللي تحب تحشي تقدروه محشي شاركت معاكم وصفتين وصفة قدرت فيها غير القرفام الداخل ووصفة قدرت فيها جوز الهند اللي تحب بلا لعفخص تديروا بهذه الطريقة وهنا البنات سنحاول كامل نفتحه وحاولوا البنات تديروه نفس السمك يعني ماشي جيها تديروها طالعة وجيها تديروها هابطة بهذه الطريقة يعني اللي عندها سنيكي ما هاكا تدير كما هاكا واللي عند هاد المدور تاع الفور ثاني كدير واللي يكون عندها صغير تقدري تديري في زوج بلاوات المهم المهم البنات هنا وش رايحة ندير رايحة نجيب الموس نحاول نقطع الحبات يعني نبدأ نشكلهم من ضوكة باش برك ندير الحبات تاع الكوكو كما راكم تشوفو هنا قدرت موربعة تحاول تديرهم نفس الحجم يعني غير عيني هي ميزاني وهنا وش رايحة ندير راحة نجيب كمية تاع الكوكو ونبدأ ندير في حبات الكوكو في هاذا قلب اللوز تحبو ثانيك اديروا لوز لكم الاختيار يعني الحاجة اللي متواجدة عندكم شوفوا البنات تصدقوني ما تخافوش كامل منه يعني على بالي بلي بزاف ما جربوش يخافو تقولك ما ينجح ليشتبعو هاذي طريقة بإذن الله رايحة تنجح معاكم ما تشدكمش في الوقت يعني هنا أنا ناني مانبا عشرين دقيقة سايراني كملتو ما تبدو تخادمو اشعلوا الفور تاعكم هكا باش يسخن المهم هنا بعد ما كملت كامل الكوكو كما راكم تشوفو رايحة ندخلوا للفور نخليه يتحمر من الجهة التحتانية يعني راح يديلكم حتى الساعة ساعة ونص كي تشوفو كامل الحواف تحمروا عاودوا جبدوه سخنوا زوج مغار في السمن اطلوا كامل السطح الفوقاني وعاودوا طيبوهم الجهة الفوقانية حتى يتحمر وكي ما كنتشوفو هنا بعد ما تحمر اللون اللي بده كتب موجداء الشاربات بالنسبة للشاربات كدرت ربع كيسان السكر مع ست كيسان تعمى ومخصو تعليم خليتهم يغلوا حوالي عشر دقائق وهنا رايحة نبدأ نشرب هذيك الشامية ونخليها البنات تتشرب في غرضها يعني خليها حتى الغدوة من ذاك مينا الاحسن يجي الزوج ويشوفها على بان يقولي اعطيني انضق المهم لبنات انا راحة كامل نشربها مليح مليح كامل بهذه كمية الشاربات ونخليها يعني حتى العشية نحاول نقطعها ولا الغدوة كما تشوفو كتفات التسوية على هذيك الشامية يعني هي من الاحسن تخلوها 24 ساعة ونحن لا نشرب المليح يعني هذه الشامية والاقل باللوز ما زال كامل لا تشربت هذيك الشاربات هنا قد نقطع مرسو صغير كما تشوفوها كما تشوفوها كبير نوري لكم بسكوا على البالي نبدأ نقطع ونضير حق تعزوجتها وننسى اما نصور المهم لبنات هنا كما تشوفو وراح نحاول نرفضها معاكم وشوفو وشوفو البنات هنا الشامية جاتت شاهية شاهيتكم في الجنة يعني كما اللي تتبع في المحلات امام اللون هنا اديت هذك اللون الماغن اللي يجيب بزاف شباب شوفو هنا يا ما شاء الله المهم احبوا باتي انا روح نديرهم في الطبسي ونولي للفطار التاعي بالنسبة للفطار التاعي ما كمش راحي نتأمنوا وشانيا رايح ندير الفطار شوفو البنات كرهت تقاع المرقة كرهت الحريرة والله العظيم سي واللي تنحط الحريرة راجلي يأكل شوية مئة انا كامل ما نأكلها اليوم والله لاجا في خاطري الطعام قلت والله لنديره ما خليش فيه خاطري ومام هكام بدل في حياتي ما كليتش الطعام في رمضان اول مرة راجلي ما اممج قللي شوفو انت يا كل طعام مئة انا ديري الفطاري نورمال المهم حبوباتي كما كم تشوفو درت كونتي صغيرة يعني طبصيلية او طبصيلة عجوسي نفطر بيه ولي بقى علي نخليه للصحر المهم كما كم تشوفو هنا درت غير كاس تعليموناد عبرت به وبدأت نعاود فيه درتوا يعني رشيتوا المرة الأولى درت ويفور درت للملح وعاود ثانيك رجعت ويفور للمرة الأخيرة من بعد البنات بعد ما افار لي المرة الثالثة كما كم تشوفو درت شوية تاع زبدة في القصعة كما كم تشوفو فيها هنا انا حبيتوا بالبصلاتة تاع بصل وطوماتيش على بالي كالي يعرفوها كالي ما يعرفوه ايش جيب زيب برنا يعني احنا نديروه بالبصل وطوماتيش ولا نديروه بالرب ولا نديروه بالعسل والزبدة ولا نديروه برا ولا نديروه بالبن كل واحد وكيفاش هنا قلت الراجل يجيب لي معاك البن ما قدرت بصل وطوماتيش كنت حابا ندير فيه شوية زبيب ما قدرتش ايكي يكون معا سلاطة ما تقدريش تديري له زبيب المهم حبوباتي هنا رحا نحاول كامل خليها غير شوية يبرد يعني نخلطه شوية بالمغرف من بعد رحا نبدأ نخلط فيه بيدي ولا نعود فيه بيدي وكيفاش نديروه كيفاش نديروه بالفيديو كيفاش نديروه بالفيديو كيفاش نديروه بالفيديو يعني ما يجيكمني مع الجني والو يجي على حبة واحدة هنا رحا ندير حقي كيفاش نديروه بالفيديوه كيفاش نديروه بالفيديوه كيفاش نديروه بالفيديوه كيفاش نديروه بالفيديوه المهم لبنات بالنسبة للفطور اللهم قدمها نعمة المهم هو أن تأكله في الحريرة المهم هو أن أجد تقهيوة كما راكم تشوفو هنا انا الزوج تاعي ما يشربش قهوة انا برك اللي نشرب قهوة بعد الفطر وثاني كما كم تشوفو قدرت الفلن كانت عمت الزوج تاعي جابتنا قاطو ثانيك حطيت القاطو هاذاك شامية ما كنت حطيتها كما كم تشوفو هنا وكانت عمت الزوج تاعي ولا نقولها انا عمتي ربي يحفظها ربي يخليها هنا كتجابت لي هادايا ان شاء الله بربي غدوة رايحة نشارككم بهم يعني هادايا فرحوني بالبزاف و رايحة نوريها بلكم وهنا وصلنا الاخر الفيديو شوفو لبنات قبل ما نكمل الفيديو نتمنى كامل تدعو الوحد الاخت الكونت التاحه واسمه سوسوسو نغمال مو اذا ما نشغالطه ديما تقولي اسيا ادعيلي ربي يفرج عليها بس كو شوفو لبنات ما نقدروش نعرفو كل واحدة وغبينتها شاهو المهم الابنات احنا معلينا الا ندعو الاختنا وندعو الكامل خياتنا نقولها اربي فرج عليك اختي وربي ان شاء الله اللي ركيمت منيتها ربي حققها لك يا ربي في اقرب وقت والله لاني ندعي لك من قلبي وندعي لك كامل خواتاتي ماشي شرط اللي اعبوني في القانات ولا تتبع فيها ولا اي واحدة مغبونة ربي نحق بنتها ولي خافي خاطرها الولاد ثانيك ربي يفتح زماء والله لهذا دعاء من القلب يعني انا في كل سوجود ندعي كامل للناس ماشي شرط ندعي لي ولا للانسال اللي نعرفو سوسو راني ماشي تكش في الدعاء اختي ربي فرج حك ان شاء الله وهنا معلي ايلا نقولكم تهالاو في رواحكم الى فيديو اخر يا ربي انصيبكم بخير ما تنساو الجيم كومنتر لفيديو سلام